أظهر آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بأن نسبة المشاركة العربية أو المواقع العربية على الإنترنت لا تتجاوز نسبة الثلاثة بالمئة من هنا قامت شركة مايكروسوفت للأبحاث من خلال فرعها في القاهرة بإنشاء موقع سيساهم في تعزيز وضع اللغة العربية على الإنترنت تعالوا معي لنتعرف على محتويات هذا الموقع مرحبا راني مرحبا راني موقع أفكار حدثنا أكتر عنه إحنا في المكان ده بنحاول نحس بالمستخدم العربي إيه الحاجات اللي بيعاني منها أثناء استخدام الإنترنت وليه الاستخدام على الإنترنت قليل للعربي وليه الموقع الإلكترونية للعربي قليلة ده شامل لكل الناطقين باللغة العربية سواء المستخدم في البيت اللي بيحاول يستخدم الإنترنت كمبتدئ المستخدم اللي عايش برا ومعندهوش حاجة يكتب بيها العربي بنديله برضو حاجة نسهل عليه الكتابة باللغة العربية وكمان للناس اللي هم المحترفين اللي بيحاولوا يكتبوا عربي بنسهل عليهم إزاي يكتبوا العربي ويضيفوا التشكيل ويقدروا يشوفوا التحليل اللغوي لللغة العربية راني هل لك أن تطلعنا أكثر على محتويات هذا الموقع بالتفصيل؟ نعم بالطبع أول حاجة خالص اللي هو بيسموه اللي عليه الألف باك ده اللي هو مارين سبيلر ده مصحح إملائي لللغة العربية فإحنا عملنا المصحح الإملائي ده عشان يصحح الأخطاء الإملائية لو بتكتب على الأثناء المحادثة يعني في الإنترنت أو لو بتكتب زي ما بتكتب رسالة أو حاجة لحد بصورة رسمية اللي بعديها اللي هي كلمات كلمات ده عبارة عن لعبة إحنا عملينها للتعليم الشباب الصغير أو الناس اللي بتحب تتعلم اللغة أو تقوي اللغة عندها فده موجود منه بلغات كتيرة فإحنا فكرنا أنه إحنا نحطه باللغة العربية فده مثلا بيديك مجموعة من الكلمات وتحاول تدور عليها في الحروف اللي موجودة هنا هتلاقي في الإنترنت زي دي مثلا لوحة المفاتيح في أكثر الأوقات الناس اللي عايشة في الخارج أو اللي بتشتري أجهزة بتريها معظمها ما فيهاش الحروف العربي فبدأوا يختروا حاجة عارف الناس كلا بدأت تفكر من إيه اللي نعمله فعملوا لغة جديدة اللي بسموها الفرانكو أراب أن هم يكتبوا الصوت بتاع الكلمة إزاي بتنطقها بس بالحروف الإنجليزية آه فتلاقيهم يكتبوا مثلا مش عارفين بس إنتيك تقرأها صعبة جدا عارف إلا إزاي يمكن بس تهجى الحروف من الأول تاني سهلة في الكتابة بس صعبة في القرية فعملنا الحاجتين أن إحنا قدرنا ندي للمستخدم أنه يقدر يكتبها يعني بيحس أنه يقدر يدخل ويكتب الحاجة هو يكتب بالحروف الإنجليزية وهي حتطلع بالحروف العربية فمثلا حكت مثلا أخبار فهتلاقي هنا أنا كتبها بالحروف الإنجليزية فورا بتتحول للعربية يعني مثلا العالمية هحط تلاتة بدل العين العالمية شوف كرة بتعمل كده العالمية مثلا تريد إيه تروح مدخلة هي بتاخد حاجات دي كلها بتحلها وتحولها للحروف العربية الإراءة بيبقى نفس الكلام بس الفرق أن أنت لو لقيت حد باعتها وكاتبها بالفرانكو أراب ده مجرد بتحط الموس عليها بتلاقيها هي تحولت للحروف العربية لوحدها مارين مالت لينجول ده ده من يعني صراحة من الحاجات المهمة جدا جدا يعني لو واحد مثلا اللغة الإنجليزية بالنسبة له تعتبر لغة تانية ومش قوي فيها بس مضطر يكتب رسائل مثلا 14 صفحة 15 صفحة فبالنسبة له دي حاجة صعبة لأنه كل مرة هو بيكتب فيه كلمات معينة مش عارف إيه الكلمة اللي يحطها في المكان ده إحنا وفرنا كل ده بيكتب على طول بيكتب مثلا أنا بكتب I went حاجة مثلا I went يعني دي معناها أنا ذهبت فهو بكتب I went to أنا عايز أقول the library أنا بتسيت كلمة المكتبة يعني إيه بالإنجليزي تسوكي اكتب المكتبة مش لازم يغير الكيبورد يكتبها باللي هي بيسموها الفرانكو عرب بتتحول للعربي وبعد كده في الآخر خاص بعد ما يخلص الضحك من سكون للكلمات يسيبها القطار في مكانة زي ما هو عرفها كده أنا عارف دي اسمها المكتبة بالعربي مش عادة أفكر اسمها إيه بالإنجليزي وفي الآخر بيحول كل ده لأنسب كلمة في المكان ده بيبص للمحتوى كله وهو يغير لك كل الكلمات and met أنا نسيت المحافظ يعني إيه فبكتب المحافظ وبرضه بتاخد حروف فهو بيحولها مجرد ما تكتب ترجم هبصت تلاقي إن هي اتحولت كلها I went to the library and met the governor طبعا أنت ممكن تكتب document يعني ممكن تكتب الرسالة كلها بالمنظر ده 30 صفحة 30 صفحة 100 صفحة وكل ما صقف معك كلمة بس تكتبها بالفرانكو عرب وكتبها زي ما انت عرفها باللغة بتاعتك وهو في الآخر خالص هيحزبط لك كل الكلام مارين مورف اللي هو بيحول كل التصريفات للغة العربية ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا قدرنا ننتجها أخيرا في معهد الأبحاث بتاع مايكروسوفت اللي في القاهرة ده لما بتتكع على كلمة معينة بيقدر يدي كل التحليلات الصرفية للكلمة دي زي ما احنا عارفين ان التشكيل مهم جدا في اللغة العربية فمعظم الكلمات انا ما شفتش مكان مثلا بيكتب الحاجات المشكلة فده بيخلي الواحد يعني بيبتدي يقاد يعني يخلي الواحد يعطي يفكر هل الكلمة دي معناها كذا ولا معناها كذا ويبتدي يفكر لازم يبص للجملة كلها عشان يبتدي يعرف الكلمة دي التشكيل بتاعها شكله ايه فده بيحط التشكيل على طول فهنا زي ما تشوف كلمة المستخدم ممكن تمشي المستخدم او المستخدم فهو بيحط كل انواع التشكيل الممكنة على الكلمة دي ولما بتقف عليها بيكتب لك الترجمة بتاعتها وبعد ذلك لما بتتك على الكلمة يطلع لك كل التصريفات بتاعتها